وفي علم الأوبئة يشار إلى مفهوم التباعد الاجتماعي على أنه وسيلة للابتعاد وتقليل عدد التكاثر الأساسي المعروف بمتوسط عدد الأفراد الذين يصابون بالعدوى ثانويا بشكل متماثل من فرد واحد ثبتت إصابته بالفيروس نماذج عائلية بحرينية استطاعت أن تتماثل الاشفاء بإرادة وعزيمة بعدما كانت ضحية لمخالطة من تأكدت إصابته بالوباء داخل نطاق الأسرة الواحدة داخل نظام تجمع مجتمعي ضيق وضمن نطاق الأسرة الواحدة قد تحدث المخالطة فرد واحد كفيل بأن يرفع نسبة الخطورة في محيط العائلة بل وفي المجتمع بأكمله خالط مصابا في عمله أو في جولة شرائية ربما لم يكن على علم بوجود حامل للفيروس اضطر أو سهى بأن يصبح على مقربة منه أثناء سعاله وعطاسه أو عبر ملامسته لطبقة سطحية ملوثة إشارة تتطابق مع ما حصل مع عائلة محمد الدوسري المكونة من ستة أفراد ثلاثة من الأبناء كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأبيهم فرجعت البيت المنزل في يوم الثاني حسيت بعراض السخونة خفيفة تكسر في العافية من الزكام بعد فكانوا هالي وياي أدخال طو لدي ثلاثة من الأطفال صادهم وطلعت نتيجتي أنه أنا سلبي يعني موجودة الكورونا الفرق الوطني الطبي يعني ما شاء الله عليهم على جهودهم أشكرهم عمي صغيرهم لكبيرهم على المعاملة الطيبة فأنصح أن أي إنسان بتروح حاجة ضرورية وتلبس وتعقم روحك وذا داشت البيت تبتعد عن عوالتك يعني تروح دائما تتسبح وبناء على ما سبق كان لربة المنزل السيدة صفاء حاجي ردة فعل تجاه دخيل وبائي غير من النمط المعيشي لأسرتها لتسارع نحو الأخذ بيد زوجها وفلذة أكبادها إلى بر الأمان الصحي الحياة النمطية كلها تغيرت عندي في البيت الأساليب المعاملة مع الأطفال من ناحية التعقيم من ناحية التباعد من ناحية أكلهم وشربهم الأشياء اليومية اللي هم يعني مستمرين فيها أو أن هم متعودين عليها كيومية تغيرت صراحة كل الشكر كل الشكر وزارة الصحة الفريق الوطني طبعاً ما يقصرون اتصال شكل يومي سؤالهم عن الأطفال وعن وضعهم الصحي أنصح الكل لحقين على اليمعات لحقين على الطلعات لحقين على المناسبات والعزايم خلنا نكون شوية واعيين خلنا نكون شوية يعني على الثقل اللي أعطونا ياها القيادة الرشيدة الحال مشابه عند عائلة العم حميد العبود ولكن سبب إصابة الأسرة بأكملها هو الإبن الأكبر ومع هذا كله اتبعوا أقصر الطرق التي ضمنت لهم الشفاء التام مكان بروحي في الحمام بروحي وغرفة بروحي والله أكيد يجبون لي من بره والحمد لله وقمت أستعمل لي عن الأدوية عقب ما عرفت أن الوالد مصاب اتصلت على أربعة 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 وخلت موعد للفحص بس بسرعة نقلت العدول العائلة لعائلة الصغيرة الفريق الوطني جهود جبارة يقوم بها يعني أول ما يجيك الأصاب يعطيك النصايح يشوف الأسباب سبب العدوى أنصح الأخوة والأخوات في المجمعات والمقاهي ودفت الخمام والاحتراز وكل واحد في مكان صوب بعيد عن الثاني للابتعاد المكاني تدابير عدة يمكن العمل بحذافرها والتقيد بها من أجل سلامتك وسلامة من تحب الأمر الذي سيؤدي إلى كسر الوتيرة المتصاعدة في الإصابة بالفيروس والحد منها بشكل كبير على المدى القصير والبعيد لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر